موسيقى 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 محمد الله وبركاته محبب بكم سلسلة مطبخ امنيدال نقطع لكم صفا صبلي فتام سبايدرمن اذا في المقادير ستحتاجوا 25 غرام الزبدة 80 غرام السكا غلاسي نكهة ناطا نكهة بسكويت تجدها في مواد الحلويات هنا لدي خالط لوزو الكركاء ويقوم بقى تقرير 1 غرام ودقيق حسب الخالط ونسبب لهذا الخالط يمكنكم تعوده باللوز مطحون هذا السابلي المؤتمد لديه هنا أعود لوز بودرة مطحون مع الكرامل ونرى طريقة تحضير نضع الزبدة في البول ونضيف المكوينة جيدة نضيف المكوينة الأخرى ونضيف الخالط ونجمع العجين ونضيف بلاستيك غذائي ونضيف نضيف المكوينة حيث اضيفة جديد وأضيف شكولة الأبيض ونعمره بشوكولات الأسود لحفرها في فروس التي تعطيها الشكل العنكابوت ونقبع لها من فوق الشوكولات الأبيض بشكل الخيوط ثم ندخل الشوكولات المجميد حتى يجمد بعد أن نرتاح العجين لكي تقريبا 1-4 ساعة في الدلاجة نستخدمه ونقبعه جيدا نستخدم قطاع الشوكولات المجميد نستخدم قطاع الشوكولات المجميد نستخدم الدوائر ونضع صفون في أنية الفورن أخترت أن نزين الشوكولات لشكل العنكابوت ونزين العجين الشوكولات ونقبعها في الرابط في الفيديو الفوق ونقبعها في الفيديو ونقبعها باللون أزرق ثم نقبعها جيدا ونقبعها بقياس الدوائر الصابلي ونستخدم السابلي نستخدم السابلي ونجموها ما بردوه لأنكه بسكوت الذي نقبعها بللسقها الشوكولات بعد ذلك، نقبع العجين الشوكولات ونقبع العدو الزائرة الشوكولات ونجموها لشكل النهائي للصابلي سوف نستخدمه سوف اضافة نهاية صبري كما ترى ان يأتي بهذا الشكل يأتي الكثير من شوكولا وعجن الشوكولا هنا قمت بتشوكولة زرقة وقمت بتشوكولة باللون الأحمر نتمنى تعجبكم هاد الفكرة وتوجدوها العلمي لدي الوليداتكم ولعجبكم فيديو بارتاجوا عندكم واشتركوا بالقناة بس توصلوا دائما بجديد وصفاتي وبسحور راحة